لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير ما نبدأ به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذنوبي أشكو وما غيرها أقضى منامي من مقلتي أعاتب نفسي أما هزها بكاء الأحبة في سكرتي أما هزها الموت يأتي غدا وما في كتابي سوى غفلتي نعيش حياتنا بفضل الله ونعمه الكثير علينا ونحن في غفلتنا نتكبر ولا نبالي بما نفعله لكن من رحمة الله بنا أنه يهيئ لنا الوصول لطريق الودا والسعادة بقربه قصة اليوم حدثت مع أحد الفتيات وأحببنا أن نوردها لكم للعبرة والفائدة فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها لا تصلي لا تصوم تعصي والديها دائما مع الصديقات لها علاقات محرمة ولا قيود لتصرفاتها تسافر تعيش حياتها ظلام بظلام تبحث عن السعادة وظنت أنها تعيشها وفي أحد الأيام عن طريق الصدفة وبتيسير من الله سبحانه وتعالى سمعت محاضرة لأحد الدعاة على اليوتيوب وكان ذلك بعد منتصف الليل فتأثرت بشدة وتغير حالها تابت ورجعت إلى ربها بدأت تحافظ على صلاتها وصيامها تركت المعاصي بدأت تفعل الطاعات تابت توبة النصوح ورجعت رجعة صادقة إلى الله تعالى وبعد يومين عندما اجتمعت مع صديقاتها بدأت تنصحهن وتخبرهن عن السعادة الحقيقية التي وجدتها والبعض منهن كان يسخر منها ويستهزئ من تصرفاتها أصبحت تنصح كل من حولها أخوتها صديقاتها بدأت تعوض ما فاتها من صيام وصلاة نوت أن تبدأ بصيام قضاء شهر رمضان للسنة التي فاتتها فقالوا لها إن من يقبل على الله يبدل سيئاته حسنات استغربت لأنها لم تكن تعرف هذا حينما كان يوم الخميس كانت صائمة ويوم الجمعة وهي تصلي صلاة الفجر وهي في التشهد الأخير ودعت الحياة على سجادتها وفي مصلاها دخلت عليها أمها لتجدها وقد فارقت الحياة كانت الأم تقول في عزائها والله إني لا أبكي على ابنتي لقد كانت لا تنام في الليل إلا ساعة واحدة وباقي اليوم صلاة وقرآن وذكر واستغفار كانت تقول يا رب إن الموت يتخطف من حولي من الناس اللهم لا دمتني إلا وقد غفرت ذنوبي غفر الله لها وللمؤمنين أجمعين رسالتي إليك أخيتي اعتبري واغتنم الفرصة ولا تقولي في العمر بقية وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فوالله إن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في القرب من الله عز وجل اللهم ردنا إليك ردا جميلا واغفر لنا أجمعين أرجو أن تكون القصة قد أعجبتكم والعبرة قد وصلتكم شكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعوم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا